السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم بإذن الله قد نشارك معكم طريقة تحضير كريب ناجح مئة في المئة كيجي بحل دي المحلات او احسن كيجي لديد بزاف مع طريقة تحضير صوص ديال الشوكولاتة جد اقتصادية مكونات ديالها بسيطة ولكن نتيجة كتكون اكتر من رائحة كتحصلوا على واحد صوص اللي كتجي لديده بزاف فنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وبالنسبة لهذه الصوص تستعملوها كبديل للنوتيلة وبالمنطوع لكم نخليكم مع المقادر وطريقة التحضير نبدأ بسم الله على بركة الله بالمكونات اللي نحتاجهم في الكريب فبالنسبة المكونات عندي 500 مليلتر من الحليب حليب عادي يعني بارد نحتاج كذلك 1 جوش حبات البيض 1 ملعقة كبيرة ممتلئة من السكر الزبدة أنا هنا دوبتها كتأخذ ملعقة كبيرة وكتدوبها وبالنسبة لكمية بالقرام فما يعادل 51 جرام نحتاج كذلك الفانيلا بالنسبة الفانيلا أنا عندي هنا بودرة تستعملوا كذلك سكر فانيلا أو الفانيلا السائلة المهم للتنسيم أو تستعملوا بالنسبة للدقيق بالنسبة للدقيق نحتاج كمية 220 جرام ما يعادل جوش كيسان العنبة ونحتاج 1 قبصة من الملح هذه المكونات لدينا سأذهب إلى طريقة التحضير بالنسبة للطريقة التحضير سأخذ الخلط الكهربائي سأضع في 500 مليلتر حليب سنضيف كذلك حبات البيض سنضيف القبصة الملح سنضيف كذلك السكر ونضيف كذلك الفانيلا فبالنسبة للفانيلا فبالنسبة للفانيلا سأستعمل هنا جوش أكياس لكي لا تبقى السفورية البيض التي نضيف فيها الفانيلا بكثرة يأتي المضاق جيد سنضيف كذلك الكمية الدقيق ونضيف كذلك الكمية الدقيق المكونات المكونات سنضيف المكونات فقط 1 دقائق مجرد أن نسجم هذه المكونات ونعود إلى المكونات بعد أن أخذت هذه المكونات كما ترى ونسجم هذه المكونات سنضيف الزبدة المدابة سنضيفها ونضيفها ونضع الكل يتخلط بعد أن نضيف الزبدة على الخالط فنحصل على الخالط الذي يكون خفيف ونضيف المكونات ونضيف المكونات ونضيف المكونات ونضيف الزبدة 10 دقائق ونضيف المدابة أو ساعة ونضيف المكونات ونضيف المكونات غرر لترى الصومة او تستعملوا السكر بودرة نحتاجوا خمسة ديال المعالق من الكاكاو المر و نحتاجوا كذلك واحد الملعقة كبيرة من النوتالا هذه الى كانت متوفرة عندكم نضيفها ما كانتش متوفرة ماشي مشكل تقدروا تستغنوا عليها و نحتاجوا كذلك حتى الواحد نصف كأس ديال الزيت فموضعتوش مع المكونات ندزل لطريقة التحضير فبالنسبة لطريقة التحضير ناخد واحد الاناء و نوضع فيه الحليب نضيف كذلك السكر و نضيف كذلك خمسة ديال المعالق من الكاكاو الكاكاو المر و بالنسبة لملعقة كبيرة ثم نقوم كذلك بإضافات الملعقة ديال النوتالا تقدروا تعودوها بواحد جج قطاع ديال الشوكولاتة اللي كذوبهم فكي يعطينا عاكا طعم أحسن فهاد الصلصة هذي ما كانش متوفر يمكنكم ما تديرو يعني تشي حاجة تديرو فقط المكونات الأخرى سوف نخلط هاد المكونات جيدا حتى كين ندامجوا فأنا غادي نستعمل هنا هاد المكونات جيدا هاد المكونات كلها في الخلط و من الأفضل أنكم تديروها هكا في الخلط أنا درتها كاستعملت المكسر فقط باشتبانوا لكم المكونات هكا مزيان و سافي بعد ما ندامجوا هادوك المكونات غادي الآن نبدأ في إضافة الزيت نصف كأس الزيت نضيفه طبعا ضفعة واحدة نضيفه غيب التدريج و نخلطه فكل ما ضفنا الزيت غادي يبدأ الخالط دينا كيتقال فكتضيفه الزيت حتى تحصله على القوام اللي انتم بغيينه فقط كيفما كلكم نضيفه هاش ضفعة واحدة وهنا يبعد ما ثاليت اطحنت المكونات كلها جيدا اصحنت المكونات كلها و كيف تحصله على واحدة سوس اللي اكتر من رائعة و كاتتبني بالزاف أنا متأكده و كاتتبتها غادي تعجبكم و تقدروها قدرواها في واحد القنينة و تستعملواها في بزاف ديال الوصفات تستعملوا تل بهين دهن الخبز تستعملواها في بزاف ديال الاشياء تشوفو كيفاش كاتتبني و كذلك تستعملوا كذلك حتى فطورتات سوف نضعها الآن جانبا و نضع الكريب بعد مرتاح نضع الكيمية من الخالط فحاولوا ان الكيمية الخالط لا تكون كثيرة نضع الكريب سوف نضع الكريب كيف سوف نضع الكريب نضع الكريب يضمون بشكل المضائف نستمر لدى نسخة نستمر بطريقة كمية نضيف مقلات فرقين نضيف مقبضا نضيف مباشرة نجرب معاكم وحده كذلك بالزبدة فهنتما لاحظوا معايا كيف يجي هذا اللي كندهنه هكا المقلات بالزبدة كيجينا كذلك هكا زوين كيجي في هاد الشكل هادا وهاد تحمير هادي كتقلبوه كيبداك كينتافخ كيطب كذلك من الجهة الثانية وصافي نشوفوهم في طبق التقديم وفي الاخير كيكون هادا والشكل نهائي دي الكريب اللي حضرت معكم اليومه كيجي خفيف وكيجي زوين بزاف نتمنى فعلا انكم تجربوه وين الاعجاب ديالكم ووصلنا نهاية الفيديو فإلى عجبكم الفيديو طبعا شجعوني باللايكات ديالكم اشتركو في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وبالنسبة الاخوات لي ما كيتوصلوش بالاشعارات ديال الفيديوهات جديدة فالغيوا الاشتراك وليو اشتركو وما تنسوش اكيد انكم تفعلوا الجرس باش هكا توصلوا دائما بجديد الفيديوهات وبالنسبة التقديم ديال الكريب فكتقدموه كيف ما بغيتو انا قدمتو هكا مع ديكسوس لي حضرناها ومع الموز وهو ورا كيتقدم بعدة طرق وكيبقى لكم اختيار في القناة فيديو قادم عوصفة اخرى دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة